السلام عليكم خوتيم أكم أسهل ما أردت في هذا الفيديو وبالله فيديو إن شاء الله نعلمكم كيفية استعمال التطبيق ليترو في تعديل الصور ندخل التطبيق لتعديل الصور أو إيجاد الصور نضغط هنا نضغط هذه ونختار أي صورة هذا شيء سهل الآن سوف أضع لكم مثال لثلاث صور وجدتها الصور أصلا تبدوا جميلة لكن تحتاج لتعديل يعني الناس ديين فكرة خاطئة عن الصور يقول لك أنا خلاص يبقوا كي صورة شابا وما ساقش نضغط هذه يعني خوتي ما من الصورة تكون جميلة تسحق تعديل يعني وهذا الناس اللي كن شوفيه بماذاولي بارود تعلي فوتوغراف اللي ديين في ريزيو سوسيو سواء الفيشبوك والإنستغرام كان من خوتي اللي اللي يفوتوا الثامن سواء بالبي سي ولا بتليفون يعني خوتي يعني نصح بزاف الناس عندهم معتقدت خاطئة حول تعديل الصور الأخير على كل هذا موضوع الثاني طبعا خوتي كما أخبركم عندنا ثلاثة أمثلة عن صورة هنا عندنا صورة مع الشمس ووردة بالبورتري وعندنا هنا صورة مع البحرثان نبدأ بادي الصورة خوتي أولا نديروا لولوميار وخوتي اوتو هذية من نصحكم شبه ما نديروهاش لنك ترغلوها وحدكم نديروا لولوميار نحن نشوفوا كين تجي شابه اهنا بنت لي شابه نخلي عكدا خوتي كما تحبوه بسكو اللي ريقلاج بمشي كامل اللي فوتو جيب ريقلاج واحد انت على حسابك ماذا لا أنت بتغير شوية عكدا بشما تخصر بسكو خوتيكو انا بطل بزاف شوفو ضغير شوية نزيدو هذية اه نزيدو طلال يميار تعالي دل السماء لزنبر خوتي نزيدو لهم شوفو خوتيكو فشفلات الفوتو ونطلع الفوق ونسير ريقلاج فيها من فوق والله والله مثلا هكدا اني قوات خوتيكو كيفاشي حبه انا بشيبان الحجرات هذوما لقليها هكدا شوية هكدا نزيل هذا شوية من تحت بعد هذو خوتي بلون وهذو تحتين هذو زوج تولا مش بزاف الشيء المهم في الصفحة الاولى هنا هو الضوء الكنسترست ثم نذهب الى الالوان طبعا هذه لا انصحكم ان الناس تقوم بتعديلها مباشرة لكن لا تبدو جميلة كثيرا لذا سمونا ذو كما كانت نتوجه الى هذه القائمة وهنا هذه الالوان التي يمكن ان تجدها في الصورة طبعا الاحمر لا نحتاجه هذا مباشرة الى البرتقالي نقوم بالتعديل عليه قليلا حتى تعدل ضوء الشمس مثلا هكذا ثم نتوجه الى هنا ليس لدينا الهون اخضر اذا نتوجه مباشرة الى الهون الازرق كما نرى هنا في السماء تتعدل هنا لن هنا كافية جيد عندما ننتهي من الالوان نتوجه مباشرة الى القائمة الثالثة والاخيرة طبعا هنا التكستير نقوم برفعها قليلا حتى تزدر جودة الصورة وتبدو اكثر وضوحا هنا اذا اردتم فعل هذه الخاصيات الاسود في الزوايا فيمكنكم تفعلوا لكن انا لا اريد تفعلها ونضروا خفة الفرق بين هذه الصورة طبعا يمكنكم التعدل على القائمة حتى تبدو اكثر جمالا مثلا هكذا طبعا انا لم اعدلها بشكل جيد جيد لكن وضع ذكرهم في ثلاث فقط كما تنظروا اخوان الكرام ونظروا كيف اصبعت الصورة تبدو اجمل جيد جميلة مقارنة بالصورة الماضية وعند الحفظ نقوم بالضغط هنا وهنا تجدها في القادورية الخاصة بك نتقل مباشر للفئة الثانية هنا سأقوم بتسع الفيديو موسيقى 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 وحنا اخوان الكرام في هذه الصورة احتاجنا الى استعمال الخاصية ثلاثة الموجودة في القائمة الثالثة طبعا تكستورة قد تحدثت عنها في الصورة الاولى لكن في الصورة الاولى لم تحتاج الى الخاصيتين المولدين لكن هنا اريد ان اغمق قليلا في الصورة لذا اقوم برفع هذا قليلا نشوفوا اخوان الكرام كيف تبدو والان كيف اصبحت مغمقة قليلا كيف تبدو جميلة اكثر هنا نقوم بتفلخصية يعني كما تريدون تبدو جميلة كذلك لكن اريد ان اضع قليل من الاسبت في الزوايا وها هي الصورة الاولى والصورة الثانية طبعا الصورة الثانية جميلة احسن ثم نقوم بتعديل المثال الثالث يعني هذا المثال الثالث سوف يبدو تقريبا يشبه المثال الاول موسيقى 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 وهو اخوان الكرام كيف اصبحت كيف كانت الصورة وكيف اصبحت طبعا هنا تعدل خفيف يعني لم تحول كثير من الاشياء لكن الصورة السابقة التعدل يعني الثرفهما بشكل جيد يعني اصبحت جميلة افضل من الاولى ونظروا كيف اصبحت وكيف كانت ويمكن لكم حفظ الصور يعني فيه كما يقولوا احنا جميعها بدون حفظ الاولى ثم ثانية ثلاثة الصور ثم بارتاجي و اكس بورتي هنا تجدونهم في الجاليوري الخاصة بكم وهذا هو الفيديو اخوانونا عن كيفية تعديل الصور وانا اخوانونا وانا اخوانونا كرام من نصير الى نهاية الفيديو اتمنى ان اعجبكم الفيديو طبعا سوف انا اقوم بوضع الفيديو اخرى عن كيفية استعمال طبيق سناب ساد وطبيق بيكس ار تتعديل الصور وغيرها طبعا هذي فيديوهات الاشخاص المبتدئين طبعا انا لم اقوم بشغل هترون كميلا ويستعمال الفيديو الى اخره سوف اقوم بوضع فيديو اخرى لوضع الايفكت وغيرها طبعا اتمنى ان اعجبكم الفيديو تنسوا دعمنا بالاشتراك والدخل اللايك والسلام عليكم